المترجم للقناة 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 والخدم لهم والشرح عميل والخطب جلل والعزاق بسيادة الطاعة لله عز وجل وبسيادة العمل للمحافظة على هدى المؤمنين خصوصا في داخل اهل الامان هذه الأولوية الأولى أنه المؤمنون تحفظ عندهم أقيدتهم الراسخة سلامة دينهم ثم بعد ذلك تطوير العلاقة مع الآخرين والأكس الصورة الحسنة لمذهب أهل البيت صلوات الله عليه وإثبات الحقائق بالحجة وإلى آخره كل واحد منا قادر لا أستطيع أن يقول أنا مو قادر كل واحد منا قادر على أن يزيد على ما هو عنده وفيه الآن من الهدى هذه زيادته أنا أقدر أزيد قد يكون واحد بالمئة السادة يجبون يزيدون خمسين بالمئة المشايخ يزيدون خمسين بالمئة الأجلاء يزيدون سبعين بالمئة كل واحد يستطيع أن يزيد هذه الزيادة في خدمة الدين والمؤمنين والتعاثر والتعاون وقضاء الحوائج والتعاون على دفع الخربات وتفريق الأزمات هذا هو يكون نعم السلوى لفقر هذا السيد العظيم والتخفيف من البصاد الجلل الذي عصفه بالمؤمنين الله سبحانه وتعالى هو بيده كل شيء وعيت ما ذكره السيد دي عندما كان المسلم عن فقر الشعبات إن في الله وهي رواية عن أهل البيت إن في الله عزاء من كل عالك وخلفا من كل فائد العزاء بالله وأن في اللحف إلى جودك والرضا هكذا في دعا بخمس والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أي مستأثيرين هذا هو الطريق وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الفاجعة للمؤمنين جميعا سببا في زيادة إيمانهم لا يوجد شعور بالانكساب لا يوجد شعور بالضعف صاحب الأمر موجود والراجة بيده والإدارة الأمور بيده وآخر اللقاء مع سيدنا الأستاذ يقول دائما واحد كن نحفظ نتذكر وجود صاحب الأمر وعنايته وألقاه هذا هو الأمر الذي نتأسى به بسيدنا ونأخذ به بالعروة الوثقانة نمسك به بالعروة بالطار شكرا باسعيكم هذه المحبة في الله واقعا هذه المحبة السادسين هل من أعظم المحبة والله أرزو ما أرزو ما أرزو ما أرزو شكرا باسعيكم شكرا باسعيكم